اشتركوا في القناة فاتفق كما يبدو الله عز وجل ان الملك العادل توفي في جماد الاخرة من سنة خمسة عشرة وستمائة توفي الملك العادل سنة ستمائة ومسطعش هجري على ما نذكره ان شاء الله فضعفت نفوس الناس لانه السلطان حقيقة واولاده وان كانوا ملوكا الا انهم بحكمه والامر اليه وهو ملكهم البلاد فاتفق موته والحال هكذا من مقاتلة العدو وكان من جملة الامراء بمصر امير يقال له عماد الدين احمد ابن علي ويعرف بابن المشطوب وهو من الاكراد الهكارية وهو من الاكراد الهكارية وهو اكبر امير بمصر وله لفيف كثير وجميع الامراء ينقادون اليه ويطيعونه لاسيما الاكراد فاتفق هذا الامر مع غيره من الامراء وارادوا ان يخلعوا الملك الكامل من الملك لاحظ عندما يتحدث عن الاكراد وكأن صلاح الدين ليس من الاكراد او بان الملك العدل ليس من الاكراد يقول وجميع الامراء ينقادون اليه ويطيعونه لاسيما الاكراد فاتفق هذا الامر مع غيره من الامراء وارادوا ان يخلعوا الملك الكامل من الملك ويملك اخاه الملك الفائز ابن العادل ليصير الحكم اليهم عليه وعلى البلاد اقول اسلوب فارغ ومعتاد لتبرير كل فشل وهزيمة وخيانة وفساد تصدر من اولياء الامر الحكام الملوك الصلاطين فينسبون الفشل والهزيمة والخيانة والانكسار الى الشخص من هنا او هناك او جهة هنا او هناك او دولة هنا او هناك للحفاظ على تقديسهم للاشخاص والباسهم لباس الايمان والحكمة والعصمة والخلافة الالهية والامامة فماذا فعل هنا فهنا لالباس القدسية لأولاد العادل وللعادل وحكمة العادل وعدالة العادل وأوصياء العادل وأبناء العادل ماذا فعل أتى بابن مشتوب وحمله كل ما حصل من شقاق وصراع ونزاع وهزيمة نكراء على المسلمين وبلاد الاسلام هذا هو دائما يفعلون هذا الشيء فبلغ الخبر الى الكامل ففارق المنزل ليلة جريدة كما قلنا جريدة أي خيل لا رجالة فيها أي فرسان بدون مشات ففارق المنزل ليلا جريدة وسار الى قرية يقال لها أشموم طناح فنزل عندها وأصبح العسكر وقد فقدوا سلطانهم فركب كل إنسان منهم هواه ولم يقف الأخ على أخيه بعد أن هرب القائد السلطان الأمير ولي الأمر الخليفة الإمام ماذا بقيه الناس إذن تهرب هذا على نهج والده العادل عندما هرب هناك في الشام وترك الناس وأصبح العسكر وقد فقدوا سلطانهم فركب كل إنسان منهم هواه ولم يقف الأخ على أخيه ولم يقدروا على أخذ شيء من خيامهم لاحظ لا علاقة لهم بالمسلمين ولا أرواح المسلمين ولا أعراض المسلمين ولا أمال المسلمين ولا إسلام المسلمين ولا ثغور المسلمين ولا بلاد المسلمين أهم شيء عندهم السلطة والحكم وهو كان بإمكانه أن يبقى في مكانه ويدافع عن ثغور المسلمين وعنده العسكر والقيادة العسكرية وعندما ينتهي الأمر يستطيع حتى أن يقلب الأمور على ما يفعله من خانه وأعطى الأمر إلى غيره لكن لاحظ هذا الصراع على السلطة لا يهمهم الإسلام والمسلمين المهم عندهم السلطة المال هذه تربية الملك العادل وأصبح العسكر وقد فقدوا سلطانهم فركب كل إنسان منهم هواه ولم يقف الأخ على أخيه ولم يقدروا على أخذي شيء من خيامهم والذخائرهم وأموالهم وأسلحتهم إلا اليسير الذي يخف حمله وتركوا الباقي بحاله من ميرة وسلاح ودواب وخيام وغير ذلك ولحقوا بالكامل